نروح لنادي الزمالك ونادي الزمالك أرسل النادي متلاند الدرماركي استفسار عن موعد إرسال قيمة صفقة إمام عشور النادي الدرماركي يأكد لمسؤولي نادي الزمالك أن قيمة الصفقة تم إرسالها وتم إدعاء في حسابات النادي وهتسمع خلال الساعات القادمة وهو النادي اللي بترماركي أمان قال لهم أنه تم خصم حق رعاية غزل المحلة في اللعب إمام عشور كان معنا مبارح أحمد لواري وقال لنا أنه هم 300 ألف دولار 300 ألف دولار هيروحوا لنادي غزل المحلة وباقي قيمة الصفقة هيخدها نادي الزمالك بشكل كامل مش على لقصات بشكل كامل هنكاب تقريبا في 2 مليون 600-2 مليون 700 دولار حلو تنعش غزين نادي الزمالك وتسدد كثير من مستحقات لعبية عن الفترة الماضية برتوالي جزفالدو فريرة استقر على الدفع بالسنائي عمر جابر وأحمد فتوح في مباراة الفريق اللي جاي أمام الترجي على حساب محمد طارق ومحمد عبد الشافي فيها شايف أن عمر جابر هيكون في مركز الزهر الأيمن أكثر خبرة من محمد طار خاصة في ظل اقتراب حمزة المسلوسة من اللعب بجوار محمد عبد الغاني وحسام عبد المجيد في خط الدفاع وشايف كمان أن محمد عبد الشافي مجعد في الفترة الأخيرة وأن أحمد فتوح هيكون خيار أفضل من عبد الشافي في هذه المباراة اللي هيبقى فيها ضغط بدني كبير جدا أيضاً سنائي أمير مرتضى وإسماعيل يوسف أكدها للعاب نادي الزمالك تفعيل لائحة العقوبات الفورية عليهم لو استخدموا تاني مواقع التواصل الاجتماعي إسماعيل يوسف وأمير مرتضى شايفين أن الموضوع دوت عمل حالة من البلبلة في الفترات الأخيرة من بعض اللاعبين وعايزين يقفلوا هذا الأمر تماماً وده موقف أنا بقيت فيه جداً كابتن إسماعيل يوسف وأمير مرتضى أنا ما بفهمش اللعيبة اللي في مصر كلها مش بكلام على عيبة النادي الزمالك استخدامهم للسوشال ميديا هو استخدام سيء جداً جداً مش حد بيستخدام سوشال ميديا أنت مش شخص عادي أنت لاعب كرة في نادي كبير فلما بتحط ستوري على انستجرام فيها أغنية الناس بتفصل الأغنية دي هو حط الأغنية دي ليه؟ هو حط أغنية حزينة أغنية فراحة أنا بقى أكلمك في حاجة دفع جداً ما بقى لك أنت بقى اللي بيخش روح كاتب حسب الله ونعمل وكيل واللي كاتب أنا مش يسيب حقي واللي كاتب أنا زعلان واللي كاتب أنا متدايق واللي كاتب فلان مش عارف إيه كل ده ما ينفعش يكتبوا لعيب يلعب في نادي كبير أو حتى نادي صغير فرجع لعيبة العالم بتعمل إيه؟ أي لعب في العالم وعلى فكرة يعني في أي حتة في العالم فيه وكالات وفيه أجنسيس وفيه ناس بيشتغلوا مع اللاعبين في هذا الأمر مش اللعيب كده يفتح الأكاوم بتاعه ويبلعب بالموبايل ويحط اللي هو عايزه لأ كل حرف وكل صورة بتحطها ليه حسابه يعني بنقول كلام المفروض ما يتقلش المفروض احنا بنتكلم في لعيبة عندها نضوغ وخبرة واحترافية كبيرة يعني بس دينا بنقوله يوزوغل فريرة الموديل الفني لنادي الزمالك بيرفض تماما فكرة راحت أحمد سيد زيزو أو أحمد مصطفى زيزو في الفترة الحالية رغم معاناة اللاعب من الإجهاد المدرب شايف أنه أو قال لمعاونيه أنه صعب جدا إبعاد زيزو عن التشكيل الأساسي في المباريات اللي جاية عشان خاصة أن المباريات اللي جاية مباريات في منتهى الصعوبة سواء مباريات التراجي في دورة أبطال أفريقيا أو بيرامز في الدورة وقال إنه أنصر أساسي ما يقدرش يستغنى عنه نادي الزمالك وبصراحة شديدة هنا تحسب على فرير هو حرفيا أحمد مصطفى زيزو هو محور كل حاجة في نادي الزمالك ولو مستوى مش جاية زي ما كان في مباريات المريخ كل حاجة أيضا بتتشل في نادي الزمالك أحمد مصطفى زيزو هو اللي بيصنع وأحمد مصطفى زيزو هو اللي بيسجل يعني لو ما سجلش هاي يصنع فلازم يبقى فيه بدايل لازم يبقى فيه بدايل لازم يبقى فيه حلول في أرض الملعب حتى في وجود أحمد مصطفى زيزو لازم يبقى فيه مفاتيح لعب أخرى في أرض الملعب لو مصطفى مستوى لايك يعني مثلا أحمد مصطفى زيزو لما كان بيلعب ومعه أشرف بن شرقي لو ويع زيزو بيلاقي أشرف بن شرقي أحمد مصطفى زيزو لو كان وقع مستوى يعني وهنا دي لما مصطفى بيقل بصراحة لو ويع مستوى شوية هتلاقي إمام عشور لكن دلوقتي فعليا هو زيزو كل لعيبها كويسة بسينا أتكلم على اللعيب اللي عنده نجاعة ومسمر هو مين اللي مسمر زيزو سواء بالصناعة أو بالأهداف ودي أرقامه هو أكتر اللاعب بيصنع أهداف في الزمالك وأكتر اللاعب بيسجل أهداف في الزمالك مش بقول حاجة يعني مش بقلل من اللعيبة الآخرين أبقول أرقام هو أعلى واحد في كل اللاعبين كمان الزمالك طلب حسام عبد المجيد بغلق ملف العروض اللي تلقاها في الفترة الأخيرة وطلب حسام عبد المجيد نادي الزمالك بالتركيز خلال الفترة الحالية وتأجيل النظر في كل العروض إلى نهاية الموسم عشان يقدر يركز في الفترة الحالية وبرضو نفس الكلام الكلام دلوقتي عن أي عروض ده كلام غير منطق عشان سقول انتقالات مقفول فأنتم بتتكلموا يا جماعة ليه في انطقالات خب بالك ده حقيقي كل اللاعبين مش بس لعبت الزمال كل اللاعبين وعمال يفكر في مستقبله طيب انت عشان تفكر في مستقبلك لازم الحاضر بتاعك يبقى كويس فانت لو الحاضر بتاعك حصل له أي خلل بسبب تفكيرك في المستقبل انت مش هيبقى عندك مستقبل جيد برضو حاجة فلسفية مش حاجة فلسفية كمانت الحاجة واضحة يعني مفروض للناس كلها مش مش حاجة فلسفية كمانت الحاجة